معنا من رحم الله الكاتب والباحث السياسي سيد جمال زقوت أهلا بك سيد جمال إذن سيد جمال أمام كل هذه التطورات ربما الحدث الأبرز هو استعداد الجانب الإسرائيلي لدخول قطاع غزة اجتياح بري كامل أيضا هناك دلالات في زيارة سيد نتنياهو للجبهة الشمالية كما استطعنا أن نرى من هذه التقارير المصورة هل نحن قريبون من رؤية ذلك من اجتياح بري لقطاع غزة واضح تماما أن نتنياهو الذي عانى من فشل غير مسبوك في السابع من أكتوبر وهو امتداد للفشل في سياساته الداخلية والمطالبة بالتحقيق معه بتهم إخفاء الوثائق وبعض الدلائل التي تشير إلى قصور فاضح في قيادته للحكومة الإسرائيلية ومسؤوليته عن ما جرى بعد السابع من أكتوبر يعني يبذل أقصى جهوده ليغرق قطاع غزة بالدم صحيح أن الجيش الإسرائيلي ربما في أي لحظة يدخل إلى القطاع ولكنه يعلم تماما أن هذا الدخول ليس نزهة ولذلك هو يعني يحاول أن يدفع بيئة المواطنين الفلسطينيين في منطقة شمال قطاع غزة ومدينة غزة إلى الجنوب لأنه يدرك تماما أن الإنجاز الوحيد الذي قد يظفر به هو مزيد من المجازر التي تضاف إلى ما تم ارتكابه من مجازر حتى الآن مهمة تصفية حركة حماس كما أعلن عنها الجيش الإسرائيلي أو استياد قياداته المتقدمة أنا أعتقد أنها مهمة صعبة جدا إن لم تكن مستحيلة فالجيش الإسرائيلي يعني واضح تماما أنه يعني بالإضافة لأنه فوجأ بالانفجار الذي حصل في تخوم غزة في السابع من أكتوبر لا يمتلك المعلومات الكافية لا عن طبيعة انتشار يعني القوات حماس والجهاد وفصائل المقاومة الأخرى ولا عن طبيعة الأسلحة أو المفاجآت التي تحضرها لهم بالإضافة إلى أن ما لجأت إليه إسرائيل في الأيام الماضية وكما يقول المختصون من تدمير واسع النطاق للمباني سواء كانت المباني متعددة الطبقات أو المنازل الفلل بمعنى آخر في بعض الأماكن تحديدا في منطقة الرمال وشمال غزة وشرقها هذه كلها تشكل عقبات أمام سلاح المدرعات الإسرائيلي الذي كما يقال أنه يفضل أن يسير على أرض ليست يوجد عليها مثل هذا الدمار إذن نتنياهو يسعى فقط إلى إنقاذ نفسه حتى لو ارتكب مجازر غير مسبوقة تصل إلى درجة الجينوسايد والإبادة وحتى لو فقد من جيشه الكثير من العناصر وهذا متوقع ومتوقع جدا لكن الملاحظة سيد جمال الآن جميع الإسرائيليين يقفون وراء رئيس الوزراء سيد نتنياهو هم لا لديهم أي مشكلة من ناحية الضغط الدولي هناك دعم أمريكي كامل حتى من داخل الإسرائيلي إذا ما استثنينا موضوع الرهائن فإن هناك دعم كامل لفعل ذلك إلى أي مدى ممكن أن تذهب إسرائيل ليس في قطاع غزة فقط لكن في المنطقة في الحقيقة إسرائيل التي اعتقدت بأن القضية الفلسطينية قد انتهت وهي كانت تعتقد بأن حتى المقاومة المسلحة في قطاع غزة يمكن إرضاؤها بشيء من الفتاة ليبقي حكمها في قطاع غزة هذه الدولة وهذا الجيش وفي ظل الوضع العربي والدولي المواتي لها تصرفت وتتصرف بأنه لا يوجد شعب فلسطيني أنا أعتقد أن ردة الفعل القوية التي تفاجأت بها الحكومة والقيادة العسكرية الإسرائيلية هي ناجمة أساسا ليس فقط من الفشل الاستخباراتي بل فشل الرهان على أن حركة حماسة التي كانت تتلقى دعما ماليا من قطر عبر وزارة الدفاع الإسرائيلية فوجئ بأنها لا زالت موجودة في قلب الوطنية الفلسطينية وأن أهدافها لا تبتعد كثيرا عن الأهداف العامة للشعب الفلسطيني المتصلة بإنهاء الاحتلال، بحماية المقدسات، بوقف الاستيطان، بإطلاق صراح الأسرة، بحل عادل لقضية اللاجئين إذن حماس عادت إلى قلب الوطنية الفلسطينية وهذا ما فاجأ حكومة نتنياهو بطريقة أدت إلى أنه يجب أن يعاقب كل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وخارج قطاع غزة بالمناسبة منذ بداية هذه المعركة في السابع من أكتوبر وحتى الآن سقط في الضفة الغربية ما يزيد عن أو حوالي مئة شهيد فلسطيني كلهم من المدنيين أو الأغلبية الساحقة من المدنيين فقط بالأمس ورغم أن هذه الممارسات من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي والوزراء الفاشيين في حكومته الذين دعوا سابقا إلى حرق حوارة ومناطق أخرى بالضفة الغربية عادوا بالأمس بدل أن يستخلص الدرس أن حجم الكراهية الذي يزرعه المستوطنون وحجم الحقد الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي كان واحدة من الأسباب التي دفعت إلى انفجار غزة هم صرون على ذلك هذا يعني تماما نعم أن إسرائيل في حالة فقدان سيطرة قيادية قد تدفعها إلى ارتكاب حماقات غير مسبوقة معتقدة أن الشعب في إسرائيل يقف خلفها بالكامل أنا أعتقد أن هذا غير صحيح في إسرائيل هناك تأييد للعملية العسكرية تحت وهم أنها يمكن أن تخلص إسرائيل من مقاومة الشعب الفلسطيني سواء كان في قطاع غزة أو بالضفة الغربية سيصحوا ويكتشفون هم للأسف لا يريدوا أن يروا إلى الخلف أنه منذ الانتفاضة الأولى واشتياح الضفة الغربية ثم خمسة حروب على قطاع غزة ثم معارك يومية على مدار الساعة خلال السنة الماضية ولم تتمكن إسرائيل من اشتثار المقاومة المقاومة موجودة طالما هناك احتلال لكن دعني أتوقف هنا مع الموقف الأمريكي أنت تقول إسرائيل ربما تغامر فيما تفعله لكن الموقف الأمريكي اليوم هي ترسل منظومات دفاع متقدمة إلى المنطقة خوفا من تدخل أطراف ثالثة وحماية لإسرائيل هناك إطلاق كامل لليد الإسرائيلية في عمليات دفاع عن نفسها كما تتحدث اليوم هناك مشروع مقدم أيضا لمجلس الأمن في هذا الإطار إلى أي مد هذا الدعم الأمريكي يعني يبدو واضحا في الخيارات المتخذة من الموقف الأمريكي ودعمها لإسرائيل أليس كذلك؟ نعم نعم الولايات المتحدة ومنذ اللحظة الأولى ساهمت في تعبئة الرأي العام الأمريكي والدولي حول الكارثة الإنسانية بين أقواس التي حلت بإسرائيل وروجت لإشاعات ثبتة أنها ليست صحيحة بما يتعلق بالدعاية الكاذبة حول مقتل أربعين طفل وقطع رؤوسهم على طريقة داعش ثبتت هذه الكذبة ولكن لم يسقط لا نتنياهو ولا الإدارة الأمريكية أن خطر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة يوازي خطر داعش وشبهوه بالنازية الجديدة أنا هنا أريد أن أقول وبكل صراحة الولايات المتحدة الأمريكية عندما شنت حربها على العراق تحت دعاوى وجود أسلحة غير تقليدية وعبأت الرأي العام العالمي وثبت أن ذلك كذبا الآن هناك شيء مشابه أن كان ليس تماما لكن ما هي النتيجة من تدمير العراق وتدمير الجيش العراقي هذه الحرب التي ولدت داعش لا أخذ أفغانستان الولايات المتحدة الأمريكية من اللحظة الأولى لتدخلها هي دعمت ما يسمى بالمجاهدين في ذلك الوقت الذين خلفوا القاعدة تماما كما كانت تفعل إسرائيل معتقدة بأنها يمكن أن تطوع روح المقاومة لدى الحركات الإسلامية في قطاع غزة ماذا جرى الآن في أفغانستان؟ تعود الولايات المتحدة الأمريكية دون اكتراث لسياسة طلبان إزاء الحقوق المدنية للنساء وعلى صعيد التعليم والتنمية الاقتصادية وتعقد اتفاقا مع طلبان إذن التجارب الماثلة أمامنا من التاريخ القريب وهو الملموس والتي تدفع شعوب المنطقة ثمنه حتى الآن فشلت الإدارة الأمريكية من تحقيق أدافها كاملة وصلت الفكرة سيد جمال إسرائيل والشعب الفلسطيني يخضع لإحتلال وصلت الفكرة من رغم الله الكاتب والباحث السياسي سيد جمال زقوت شكرا جزيلا لك